كان الولد الكبير اقوى من حصال وذا جسم قوي ولذلك كان الولد يعتمد عليه في كل الاعمال التي تتطلب جهدا عضليا كان نصف اهل القرية معجبين بقوته اما النصف الثاني فكانوا معجبين بالولد الاوسط لانه كان ذكيا وسريع البديهة يبدو حملك ثقيل يا اخي من تبني الحبيب والنشيط حقا لانك من تساعد امك ولا تتركها تعمل وحدها ولا تنسي انهما يساعدان والدهما ايضا ولذلك هما ولدايا النشيطان اما الاصغر فكان اسمه خمول ومعنى هذا الاسم هو الشخص الكسور والبطيء وكان يقع في المتاعب دائما وفي يوم من الايام قرر الكبير ان يذهب الى الغابة ليحضر بعض الاخشاب لاصلاح السور ساذهب الى الغابة يا امي فد معك هذا الطعام الذي اعددته لك الخبز بالبيض والزبدة والنقالق ومعه ماء بارد ايضا ام رائعة وزاد لذيذ شجرة ضخمة ولن يستطيع قطعها الا زند قوي مثل زندي سابدأ العمل اوقف الجو رائع فاليش كذلك كنت احطم رأسك بالفأس وتاتي لتقول لي ان الجو رائع انا قزم كما تراني ولا منجل لي الا جذع هذه الشجرة ولذلك لا املك مطبخا للطعام وانا جائع جدا فهل تقاسمني طعامك اللذيذ اسمع ان كنت متشولا فقد افتط حين قصدتني اذهب وفتش عن غيري ليطعمك لا احد غيرك في هذه الغابة الان لا تكن مخيلا تكفيني قطع لن اعطيك شيئا انت تزعجني فهي اذهب من هناك ساقطعها ماذا اصاب هذه الفأس اهي حشبون ام حجار لقد كسرت الفأس الثمينة لماذا تجلس حزينا هكذا يا اخي اطمئن فانا من سيقطع الشجرة هذه الشجرة اشعرتني بالضعف عزيزي الذكاء يتغلب على كل المصاعب ساقطع الشجرة واقدمها اليك هدية اعددت لك الطعام نفسه الذي قدمته الي اخيك يوم امس شكرا انت رائعة يا امي نعتمد عليك حاضر يا ابي سهب الاوسط الى الغابة فظهر له القجم ثانية اسمعي هذا لا استطيع ان اعطيك من طعامي شيئا اريد قطعة صغيرة لا اكثر يا صديقي انت مسعج اسنا سابدأ لماذا لا ينشر تكسرت اسمانه في اليوم التالي كان الجميع قد قالوا لخمول انه لن يستطيع مهما فعل ان يقطع الشجرة ولكنه ذهب الى الغابة حاملا فأسه وطعامه متوجها الى الشجرة يبدو ان الخوي على حق فهذه الشجرة كبيرة جدا وعالية جدا وجدعها غليظ ايضا يستحيل علي فعل ذلك هذه الشجيرات صغيرة ويمكنني قطعها الجو جميل هنا نعم الجو جميل كما تقول وسيصبح افضل لو انها تهتل طعاما نذيذا اليس كذلك يا صديقي اذا اردت ان تتحقق امانيك فتمنى شيئا معكولا ايها المحترم اه انت تقول اشياء مضحكة ولكنني احاول ان اقول لك انني جائع اه فهمت عليك انت تريد ان تأكل من طعامي اليس كذلك يا صديقي هذا غدائي ويمكننا ان نتقاسمه ان تجد في قولك بالتأكيد ولكن لا تاخذني فخب زيابس لا تأكله حتى الفئران وماء يساخن وعكر ولكن الجود من الموجود وانا اشكرك على كرمك هه خبس طازج بالزبدة والعسل نقالق ايضا وتفاح ماء بارد مسلج غير معقول صدقني لا اعرف ان امني وضعت كل هذا ههههه الغيوم فطل الطعاما نذيذا لان الجو جميل ههههههه قد يكون هذا هههههه هلا تصدق ما اقول ها دعنا من هذا الكلام وتفضلنا بناءكل حسنا يا صديقي فلو الطعام لقد ذئت الى الغابة لتقطع تلك الشجرة الكبيرة أليس كذلك يا صديقي نعم لكنني اكتشفت ان قطعها مستحيل ولذلك ساكتفي بقطع تلك الشجيرات الصغيرة لا تعقل هذا هيا جرب قطعها الان إنها إوزة ذهبية من هناك؟ هاضر سبيلا يبحث عن مكان يقضي فيه ليلة هل تظن أن منزلنا صندق أيها السيد؟ أرجوك أي مكان أنام فيه حتى لو كان استضلا ماذا قلت؟ أهلا وسهلا شكرا لك ماذا؟ يحمل عوزة ذهبية؟ يجب أن أحصل على ريشة منها ما بك؟ ما بك يا أختي؟ لا لا شيء يا أختي نحن نعرفك زيدا فلا تحاول المراوغة أظن أنك قد رأيت شيئا ثمينا هيا أخبرنا ما هو كفاة عن الكلام الفارغ بعد هذا اليوم المتعب سأنام في هذا الاستابل أرجوك يا أختي لا تزدري أي صوت مزعج تصبحين على خير لا تزدري أي صوتا عندما انتزعوا ريشك لن أؤلمك كثيرا أنا أعدك ماذا؟ لقد التفقت يداي بها ولا أستطيع تحريرهما دائها ألم ترأي والفتن في حياتك؟ لا أستطيع أن أحررهما فقد التفقتها بها بشدة صدقني ملت عقابك لأنك فكرت أن تأخذ شيئا لا يخصك من دون إذن وفر نصائحك وفعل شيئا يخلصني من هذه الإوازتي بسرعة أنا آسفة يا آبتة لا أستطيع فعل شيئا إوازة ذهبية تعطيكها عرفت من اللحظة الأولى أنك رأيت شيئا ثمينا ستكون هذه الإوازة الذهبية ملكا لي ولك إلى أين تذهبان وتتركانني؟ لقد أنسكنا إوازة ذهبية يا أختي ماذا؟ ذهبية؟ نستوها في الشوق ونقسم ثمنها ولكن لماذا أتفقت بك هكذا؟ لما يمسك بهذه الفتاة هكذا؟ انظر إليه وفوق هذا ينشي مشة البيض لائقة ألا يخجل؟ علينا أن نعطيه درسا في التربية والأخلاق والسلوك أجل سنعطيه درسا يجعله مؤدما إلى آخر عمره هيا بنا لماذا تفعل هذا؟ لا يفعله ها؟ يا إلهي اكتفقت يداي أنت دونة ويبدو أنني انتفقت أيضا الموقف يسير بين الناس والجميع يضحك من طريقة مشتهم التي تشبه مشة الإيوزة خمول يقودهم ولا يدري إلى أين مهلا مهلا أيها السيد ألم تسمع بقصة ابنة الحاكم العابسة؟ لا ولكن إذا تكرمت ما لم تضحك تلك الفتاة قد منذ ولادتها وحتى هذه الساعة ها؟ وهو يبحث عن من يستطيع إضحاك ابنته لأنه يريد أن يسمع ضحكتها وهل تظناني أنني قادر على إضحاك ابنتي الحاكم العابوس؟ بهذا الموقف الذي تقوده تستطيع إضحاك كل من تصادفه ها؟ هل أنت ما واثقتان؟ أنت من يستطيع ذلك ومن يضحكها سيصبح صغرا للحاكم إنها جائزة تستحق المغامرة ها؟ سأحاول ها؟ 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 هيا جاء دورك أدخل مصابقة إنقاذ ابنتي الحاكم من عبوسها هادر هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أنا سعيدة جدا يا أبي نجاح جعلتها تضحك من قلبها أنا مسرور جدا حتى لو لم أكافأ يبدو بليدا ولا أريد أن يكون مثله سجرا لي ولكنه الفائد كيف سأمنع ذلك أبي إنه فتن ذريف استطاع أن يضحكني ويخرجني من حالة الكآبة وأنا موافقة على الزواج منه ماذا تقولين أليس من خمات العبد المحافظة على الوعد يا أبي لكنه بليد وإذا أراد الزواج بك فلا بد له أن يخضع لاختبار آخر يثبت فيه أنه نشيط ومجتهد ليكون أهلا للزواج بابنة الحبيبة هذه براميل عصير الرمان عليك أن تفتش عن شخص يشرب هذه البراميل في يوم واحد ها؟ وذلك ما تطلبه مستحيل يا أبي هذا هو الشرط لإتمام الزواج كان طلب الحاكم مستحيلا لأنه لا يريد أن يكون خمول صهرا لا لكن خمول قبل التحدي ليثبت أنه ليس كسورا ولذلك ذهب من دون أن ينتبه إلى الغابة التي قابل فيها القذب لعله يجد حلا لهذا الشرط الذي وضعه الحاكم لينتحن نشاطه وذكاءه وفي الغابة حدث له شيء لم يقر في حسبانه مرحبا اليها الشاب اهلا بك انا غطسان هل اجد معك شربة ماء صغيرة اروي بها رطس بكل سرور لدي قليل من الماء تستطيع ان تشرب منه ما تريد مرحبا هذا وحسب انت تضحكني مع كلمك فانا احتاج الى بحيرة كاملة فهمت مرحبا اقلت انك تحتاج الى بحيرة كاملة لكي تروي عطشك اذا الحل عندي ما انت عدني تعال معي يا سيدي وستشرب من عصير الرمان حتى ترتوي اتفقنا هيا بنا غريب جدا بل مستحيل يبدو انه عطشان جدا ليس كذلك يا سيدي نعم عطشان بهب العطش لكنني استطيع سرب المزيد لقد شربتها كلها شكرا لك وافوا على كل الاخوان انا في الخدمة متى اردتم والان استأذنكم بالانصراف الى اللقاء انقذك صديقك الرائع من ورطتك يا خمول هذا صحيح لم يبقى الا ان يفي سيدي الحاكم بوعده لكن ليس قبل ان تحقق شرطي الثاني ماذا قلت هل لديك شرط اخر ولكنك قلت عليك ان تخضر لي رجلا يستطيع ان يأكل فبزا عن الف رجل في يوم واحد وبعد تخطيط هذا نتحدث عن الزواج ولكن يا ابي لا تتدخل في هذا الامر حسنا يا سيدي سترى ان خمول لديه الحل لكل ما تطلبه علها الشعب هل لديك ما اكله فمعدتي فارغة منذ ايام انا جائع جدا ها وماذا تستطيع ان تأكل استطيع ان اكل مئة بقر ومئة جمل ومئة كبس انت واثق بانك قادر على اكل هذا واستطيع ان اكل الخبز المخصص لالف رجل بكل سعادة يا سيدي الحق بي وستأكل حتى تنفجر هيا بنا من يستطيع ان يأكل هذا الجبل من الخبز يا ابي تستطيع ان تباشر طعامك لن يستطيع اكلها مهما حاولها السمول لم يتكلم الرجل النحل كلمة واحدة بل كان يلتهم اكياس الخبز بشراعة لا مثيل لها كان تل الخبز يقل ويقل ويقل حتى انتهى بعد شاعة انا شعيدة لانك استطعت ان تحقق شرط ابي وانا ايضا ولكن لا ادري لماذا انا خائفة يا خمول لا تخافي انتظر يا خمول ها اذا اردت انت واجعلك ان تفعل شيئا اخر ها الم ننتهي بعد وهي هناك شرط اخر يا ابي نعم عليك ان تخضر لي عربة عربة ماذا يا سيدي عربة تجري على الارض مثل الحصان وتسبح في الماء مثل السفينة طلب سهل اذا كان هذا الطلب سهلا فما ذلك الطلب صعب اذا ارجوك يا ابي كف عن هذه الطلبات الغريبة ارجوك ماذا قلت سيدي اذا حققت لك هذا الشرط فهل تعيدني بانك لن تطلب شيئا اخر مهم اعيدك بذلك ولكن عليك ان تحضر العربة الصباح الغد انت اخرت اه حسنا قبلت بهذا ماذا سأفعل الان كيف سأتصرف يا اله ها ما بك نستعلم ما يرام ماذا ستطلب هذه المرة هذه المرة اتقصد انك انت من ساعدني على تنفيذ شروط الحاكم نعم والان قل لي ايها الشاب الطيب ماذا طلب منك الحاكم هذه المرة ها وهل تعرف الحاكم ايضا اعرفه لقد طلب مني طلبا غريبا جدا وهو ان احضر له عربة تجري على الارض مثل الحصان وتسمح مثل السفينة ها 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 ولماذا انا صديقك اذا يا فى اله لقد نجح ذلك الشاب في هذه المرة ايضا استطاع خمول ان ينجحупي طلب الحاكم المستحيل وبفضل ذلك القدم كان فتا كثولا غير مبال ولكنه صار نشيطا ومجتهدا افتطع ان ازوجه بابنتي وانا مطمئن تم العرف اخيرا وقضى خمول وعرفه ايامهما الاولى في المركبة التي تجي على الارض كالحصان وتسبح في الماء كالسفينة وكانا في منتهى السعادة عزيزي انظر هناك هل ترين تلك الغابة الجميلة الخبراء نعم انها رائعة رائعة جدا لانها مظهر سعادتي فعندما اكون في مأغة اذهب اليها وهناك اجد حلا لا يخطر على بال لقد وجدت الاولدة الذهبية في تلك الغابة حدثت تلك الاشياء الرائعة لانه كان كريم عندما تقابلنا اول مرة شاركني في طعامه فالزمني ان ارد الجميلة بجميل اكبر منه لان من يزرع الشوك لا يحصد الا الشوك ومن يزرع الورد يحصد الورد مورد اشتركوا في القناة